قليلة المقبلة يعني الآن كنت يتسائل على كيفية اختيار الخارف كيفاش غادي مكليا نختار الخارف ديالي من من الضيعة ولا في الوقت اللي غا نكون غادي نتقضى بشي سوق ولا شي حاجة كي يتحذر علي الإمكانيات ديال أنني نفرق ما بين ما بين الخارف اللي هو جيد ولا الخارف اللي هو يقدر يكون مصاب بشي أشياء داخلية اللي كانت صعب على اللي عادي أنه يعرفه إذا في الكيفية اختيا Payman دائماكن هناك ثلاثة الوقفات الوقفة الامامية والوقفة الجانبية والوقفة الخلفية بالنسبة للوقفة الامامية كنشفيها ثلاثة ديال المناطق كنشفيها الإنسي … Rey و الأنف ديال الخروف و كنشفيها فم ديال الخروف وبنسبة للوقفة الجانبية كنشفي المستوى ذي العمود الفقاري ديال الخروف وبالنسبة للوقفة الخلفية كان نشوف فيها الديل وهذه كلهم وقفت لك يحاولون يعطوني إشارة على الكيفية دي الاختيار الخروف فيما يخص للوقفة الأمامية الوقفة الأمامية كان شي قدام الخروف كان وقف لي عند العين دياله هي اللولة كان حلاء وخصي نشوف ذلك بايات البيض يكون كله بيض ما كانش فيها شيء ألوان أخرى بايات العين يكون كله بيض ما يكونش فيه شيء حاجة شيء لون غريب أو لا شيء لون لا يمس بالبيض بشيء دعوك إلا كانت فيه اللون قوي أو لا لون رماضي أو لا لون صفر هنا كانت قلود أودتي هذا ركن هناك خلال خلال يائم مع المستوى ديالجهاز الهضمي يائم مع المستوى ديالكابي ثم كان كذلك هذي المتخصيصين هما اللي كيعرفون لها كانتشد البيل ديال البرتابل ديالك أو اللي كتكون شوية مزيانة مجهدة وكتشوف جيت العين دياله وكتشوف عندك ستا وستاوربع وستونس وستالاروب هذو كتشوف كذلك واش كان فيهم شيء بحل لذلك الدائرة ديال العين دياله بحل فيها تقطع وبحل فيها شيء لون غادي الأسود هذو كلهم كذلك كي يشيروا إلى أنه كان هناك مشاكل عن المستوى ديال الخارف ولكن هذيك الضرة ديال العين الداخلية الصافية ما كين فيها ولو أنا كتعرف كذلك بأنه فعلا الخارف من الداخل ما كينش به تشيئة دياله إذن العين كنتشوف فيها جوج الحواج كنتشوف فيها لاب بارتي بلانش خصا تكون بيضاء وكنشوف فيها ذيك لاب بارتي اللي كتكون بحل اللون قوي ذيك لاريتين ديالها كنتشوفها وكنشوف الواش مكينش فيها شيء ألوان اللي تقدر تأدي إلى أنه كان هناك خلل على المستوى الداخلي ديال ديال الخارف ولكن باش أن الناس ما يتلفوش يشوفوا غير ذيك لها زون البيضاء والبيض ديالها يكون لابة ثم كان دزول لجيت الأنف دياله وفي الأنف إذا كان هناك سيالان ديال النف يعني كان مخاط يخرج من ديال النف هناك تقول بأنه الجهاز التنفسي ديال الخروف راح فيه مشكل نعم احنا بل أوتوماتيك موغي نشوف ديال قوة السيالان كنقول هذا بل من قرب منه راح ممكن يكون في الجهاز التنفسي دياله شيء من المشاكل ثم كنحل الفم دياله كنحل الفم دياله وكنشوف الفك الأسفل ديال الخروف نعم إذا كانوا سنينات كلهم مقدين ومشابهين بعضيتهم هذا كيكون كما كيقولوا ود لعم خروف ود لعم نعم إذا كان لديه سنينات كبار على خوته كيكونوا هدثني إذا كانوا أربعات سنينات مخالفين على الباقي كيسمى أربعي وإذا كانوا ستادي سنينات مخالفين على الباقي كيسمى السداسي ولكن ندخلو كذلك في الخروف الجامعة أكيد مرحبا بتواصل اليوم نتكلموا على الاختيار الخروف للعيد إن شاء الله يبلغنا وإياكم عيد الأضحى بصحيحة والسلامة وكل ما كاتمنا مازال معنا ومعاكم الأستاذ دول باحث محمد وحسين ومتخص بتغذية كذلك إذا نتكلموا على النقط التالية لاختيار لكي يكون اختيارنا موفق الخروف يتفضل وصلنا للمحطة الفم عندما نرى سنين مخالفين على أخوتهم نقول رهدتني أربعة أرباعي ستة سداسي ثم نستطيع نذهب إلى الخروف الجامعة هنا عندما نرى العين بيضاء جيد ونرى النيف النقي ونرى السنان بحال بحال لأنني لم يكن جوج كبار أو ربعة كبار أو ستة كبار أنا نقول هذا خروف ولد العام وخروف الحمد لله لدخل على المستوى الجهاز الهضمي والكابيد ولدخل على المستوى الرية مزيان نوكي لكن الكبد مزيانة والأمعة الدقيقة مزيانة والمعيدة مزيانة والرية مزيانة بمعنى العيد سيكون مزيان ما هو العيد عندنا العيد هو النهار الأول ديال الشواء اللي تكون فيه الكبد دخسة والرية والقلب يكون صافي فهذا الأشياء التي تحاول أنها تعطيني إشارة إلى أنه العيد ممكن يكون من ناحية الداخلية ممتاز العين والنيف والأسنان هذه خروف مزيانة صغيرة والخروف لا يوجد في الأحشاء ممكن تكون مقيوسة التي ستجعل العيد يلي دوز ما شي هو هذا بالنسبة للمحطة الوقفة الأمامية بالنسبة للوقفة الجانبية نوقف بعيد عن الخروف يكون شاد مولاه أو دكسيد غيب عليا ونرى إذا كان السنسول أو العمود الفقري بشكل مستار لا يوجد التضاريس من ناحية الوراثية خروف زوين ولكن فيه تموجات هذك تموجات كيكون هناك بحلقة الحم على المستوى الخروف ما ما شي هي هذه هنا العلامة الأولى هو أن جينيتيك الخروف رائع مزيان أو مزيان ثم نقول مولا تلقو فبمجرد ما تلقو كيطير كنعرف بأن هذك الخروف الحيوية والنشاط كلها كين إذا ما كينش عندو شي علا داخلية إلا كان تلقو بقوا قو حدك و ما عندو خضرة بشي هرب ولا ينقز ولا يمشي في حاله كتقول هات السيد هذا ما مسكنوا إلا شي حالة مرضية داخلية لتقدر تخليني نشك أن ناخدو لما ناخدوش ثم كان الوقفة الخلفية الوقفة الخلفية نشد من الرأس ليس الرأس التي تأتي لهم طا الرجلين من الرأس التي تأتي لشارج و ننقص الفقرات الفقرات الأولى الثانية كان وصل ما بين السبعة والعشرة هذي ناخدوه مثلا السبعة وكان حاول في ذيك الفقرة كان نحاول نشد ذيك الفقرة السبعة كان نحاول نشد إلى يدي قاسو العظم مباشرة كان نقول هذه الخروف ما فيه لا لحم ولا شحمة ولا تحاجج إلى لما حطيتي لحمة ما خلتني شلقص العظم كان نقول هذه الخروف تبارك رحم الحم إلى القص الفقرة واللحم لم يكن نقص العظم وبقام زيت محلم هناك كل الخروف يوجد لحم وفي شحمة ولماذا نأتي عند الظهر جاء البسع نشد باب بيدي إلا لما تشد هذه دورة لا تهرب لا تبشي يمينا ويسارا تقعها شد بلاستا تعرف أن هذه الخروف تبارك الله شد راسو وسمين وممكن أنك تختار لا أحسن ما يرى إذن هما الكيفية الاختيار الخروف بلا وخنكون مرأة وخنكون رجل وخنكون كيف ما كنت الآن لدي جميع الوسائل والآليات لكي ندير حسن الاختيار الخروف بناء على الوقفة الأمامية بناء على الوقفة الجانبية وبناء على الوقفة الخلفية وكل وقفة تعطيني إشارة إلى أنه هذا الخروف ممكن نزعم ناخده أو لما ناخده أحنا الحمد لله اختارنا الخروف دينا كان عندي جوجد الإمكانيات إما قد نهزون 10 أو لك نخلي عندي السيد اللي شيريته عنده احتل لتلعيد بعد كان ناخده لكي تأتي المحطة الثانية المحطة دي الترانسبور دياله قالوا الترانسبور إما يكون السيد اللي شيريته عنده قريب مني ما كانش مشكل أو اللي بعيد عليا أو لبعيد بزاف إذا كان بعيد عليا مسافة نص ساعة بساعة ما كان مشكل ديك ساعة كنربطه كنحط نعسو على الجانب الأيمن دياله وكنشوف الرجل اللي موالية للقلب دياله وكنخلي لهم تلوق وثلاثة رجلين الأخرين اللي بقاء وكنربطهم هنا في الوقت اللي كيكون شي يعني مزيّر ميسارة وكنخلق ليش شي كما كيقولون أسترس اللي من خلاله يقدر يولي عندي واحد المجموعة ديال كما كيقولون لها ديزيدغوليز وهذو ديزيدغوليز يعتوني خروج مواد سامة اللي تقدر تأديل اللحم في الوقت اللي غادي ناكله نعم إذا الخروف مخصوش يكون مسترسي في الوقت ديال كما قلت كنعسو الجنب الأيمن ديال كنخلي الرجل الموالية للقلب محلولة وثلاثة رجلين آخرين مربوطين كان هذي في حالة ماي لكنتغان نجيبه في السيارة ديالي والسيارة الكوفر ديالها مضيق وكن كن مضطر أن نربطوه بهذا شكل هذا ولكن أحسن طريقة النقل الخروف وهو أنني نهزو بشي ذاك الموتوسيكل ذاك اللي كيقولو اللي عندو ثلاثة دروايد الموتورات شنو كيقول ذاك الموتور تريبورتر أول لكي نهزو في ذاك البيك وكي جي واقف وكل مجال الخروف واقف كل ما ممتاز لأن كيكون لازمتو ما كان عليه حتى شي ستريس وبالتالي غدا يوصل وأنا غدا نكون مهني من ناحية الدورات الدموية ومن ناحية الإمكانية أنه يخرجوا له مواد سماع المستوى للحم وما يكون عندي جيب في طنوبيل ديالي والكفر مسدود وغير نكون رابطه بذلك رابط ثلاثة درجلين ديالي كل ساعة ونصف أو لساعتين نوقف ونوقف على رجلة نوقف باش أنني نعود نسمي مسترسي ثلاثة سواع وانا غادي به ربعات سواع وانا غادي مجموعات الناس يقول أنني نجيب من البلاد فين عندك البلاد عندي في الجنوب ويجيب من ضيق الخروف ديال المنطقة ديال ويجيب مع التب مسكين من ذاك المنطقة وفي الثالي لغط لغط يأكل وك جي دياغ وما جي ديارة تقرب بأن نرى الخروف مسكين تمحن في الترانس ويجيب لدي ديارة ويجيب سيطل ميتابوليس سيجوندر ويجيب السبب لهم السقف في اللحم ويجيب نتيجة لكلة اللحم ويجيب مقيوس أو مسموم ويجيب سيطل ديارة التي تتكلم تلي أيضا بكل استفسار يخص اختياركم الخروف يبلغنا إياكم عيد الأضحى بصحة والسلامة ورزق 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 معكم الأستاذ والباحث محمد أحسين وهو متخص في تغذية كذلك نتكلم على الاختيار الخروف وصلنا للطريقة للتوصيل وأكيد طرق أخرى بشأننا دائما نوصل الخروف ويكون بصحة مزيانة وأكيد حتى يعني في السهلك دينا نسلك بطريقة لها سليمة نكمل دائما النقاط لشارسي لها مرحبا إذن في المحطة الثانية قلنا لكي نونة الخروف هذا من جهة بشأنه هو ما يتأترش وتانين كذلك تحنا ما يتأترش ما يكونش فيه مواد سامة لتقدر تأدي الصحة دينا ثالثا لما غضي وصل البيت ديالي غنهي الأيام ديال ديال الدبح فكين هناك مجموعة عتنج ديال الإمكانيات الإمكانية الأولى هو أن ني نجيبو قبل النهار ديال عيد بواحد يومين إلى ثلث أيام هذيك الخروف كنعطيه فقط الأشياء اللي غت تغديه والأشياء اللي غت يتحاول أن نتنقيه كذلك الأشياء اللي غت تغديه الحمد للله كنت لقاها في الحومات كاملين وهو الفصة ديال ديال أو لا التبن ديال الفصة هذك تبن ديال الفصة كيعون على أساس أن الموسكول ديال كيزيد يا عمر لأن فشك تجيبو كنمول في واحد طريقة ديال المكلة عند مولاه المغا دي تجيبو بحال لا غيت تبدل عليه المكان والما تبدل كي خوف فيها شوية ديال كيخلي اللحم كيت راجع أو الخروف كيت راجع في في الوزن ديال باش ما نخليش كان نعطيه هذا ديال الفصة وكان شريلي كذلك على الأقل الشعير وكان أعطيه الماء التبند الفصة والشعير والماء هذو يعطيه المواد اللي كان تكلمو لها بحال عند الإنسان المواد الطاقية والمواد البانية والمواد الواقية وأنا بغيت الخروف ديالي يبقى محمي اللي غتبقى عندي في البيت ديالي حتى الليلة اللي غتكون لغة ليل عيد باش غدي ندبح هنا كان عرف بأن ان شاء الله صلاة العيد غتكون عندي مع السبعة الصباح غنكون وسهلي نتسعود كل شي مسهلي دونك هنا تسعود غتكون عندي الإمكانية ديال الدبح دياله تسعود ديال النهار اللي مقبل ديال البارح حتى السعود ديال اللي غيكون فيه الدبح هذك النهار كان عطي غيل ما يشرب باش انه ديال اللي في الكرش ديال يخرج يوم ما يمكن عرف ه كيلعب دور ديال انه يغسل دون غيغسل له الجهاز الهدمي من جهة ويغسل له الدورة الدموية ديال من جهة اللغة اللي فاش كان جي صبح الله المكان ندبح الريحة ديال للك الخروج او الريحة ديال الكرش ديال الخروف اللي كي بات صايم وشرب الماء كتكون ناقصة على الريحة ديال واحد اللي يخلي كي يكل الكامل واللغة اللي جي دبح هنا كي تبين الفرق الكبير لكن ما بين الانسان اللي كي يعطي للخروف ديال فقط الماء والانسان اللي كي يخلي هيكل احتل اللغة اللي كي يخلي تال الصباح هو ما زال كي يكل هادو الاشياء اللي كتخلي التهار تخلي نفكر في الطهارة ديال اللحم والدورة الدموية والجهاز الهضمي ديال الخروف اذا الان كل شي عندي مقاد بقتلية جاءت الفترة ديال الدبيحة في الفترة ديال الدبيحة شنو كندير كنقبل بمطبيعة الحال الخروف ديالي وكندبحو بطريقة الاسلامية ثم بعد تاليك نخليه في الوقت اللي كندبحو اشنو كيترا كان اللي كي خاف على اساس انه اللحم دياله راه يبقى كيفر كل الخروف راضي طليل يسطح دياله وكيبقى رابطو وهذا اكبر خطأ كيرتكبه الناس هو نغمان معلش كيفركل لان كين عند واحد القصة فيزيولوجية كترى عنده في الداخل دياله اللي من خلالها الدماغ كيطلب الدم والقلب كيحاول يصفت المساج اللي كيحاول انه يلبي رغبة للدماغ الدماغ كيقول القلب راه الدم ما كيوصل بغي سيفت الدم للدماغ كيقال الأوداج مفتوحة عشنو كيطال كيخرج الدم من الأوداج لما كيبدي يفركل باشي انه يوصل الدم إلى غاية الدماغ الدم كيوصل كييجي الأوداج كييقال ترق مفتوحة كيبدي يخرج الدم يخرج يخرج والاخر كيقول وصفت لي الدم الاخر كيحاول يصف ودم كيخرج الزنق بعد ما كيسعلي كيقول لأن الخروف بعد ما كيفركل ويعياء من تفركل كيكون صفة وخوة من الدم نهائيا على المستوى دي الأوريد والشرعين ولم كيخوة لحم دي الخروف من الدم نهائيا كنكون أنا على اليقين أنه الدم ما غيبقاش متعفن والدم أو الحم ما غيبقاش معفن واللحم ما غيبقاش فيه الرواسيب دي الميتابوليت سيكوندير لما تترانسپورتيتو وكان في حالة دي السترس أو لما بغيت ندبحه ودخل في حالة دي السترس وهذا كيش الحويج دي السترس أو سموم دي السترس كلها تكون في الدورة الدموية وكلما تخلصت من الدم دي أثناء الدبيحة كلما كنكون ميققا لأن الحم سيكون صافي وما غيكونش هناك مشكل دي الأدى دي الدم على الدات دي دي احنا وصلنا لأنه الآن ارتبنا الأمور على أساس أن الحم الداخل مبقاش فيه تشي قطرة دي الدم وبالتالي مبقاش عندي تنتج إمكانية دي الخوف من أن نتصاب بالأدى دي الميكروبات اللي غتكون على المستوى دي الدم أولا السموم اللي جات من السرس اللي غتكون على المستوى دي الدم الآن الخروف تهيئا رحنا تبارك الله ما كان حد الآن تاشي مشكل غنشي المحطة الموالية اللي هي الصلاخ ألو باش غنشي نسلخو الخروف هدي الحمد لله بدين قدرنا واحد واحد الاستقراء على المستوى دي الناس اللي كين في المدينة دي القنيترا و و باش باقين كتنفخو الخروف بالفم دي الكم 70% دي القنيترا يقول كون دي احنا رب ما أولينا كنفقو هدي حاجة ما بقوش كيدروا على مكان دل المغربة لكل ما شغ في مدينة القنيترا يعني دي النفاخ لا في الخروف الناس اللي وعارفين أن عندها فالناس مبقاش تستعمل الفم دي لأن عارفة ربما ميكروبات ربما نجراتيم اللي كانت تنقل ما بين الخروف ما بين الإنسان أو شي حاجة من هذا القبيل ما نعرفش كثير منك لما كنظن أن الناس مازال لما كنظن ما كنظن لا أنا عدرت على كونترا بحكم أن كنترا وهذا وإستقراء دي أنا أنا تقريبا الموضو الخرارة ما كنظن أن سيكون مدينة أخرى باقي الناس يعني بنفس الشكل إلا يلقي تلقى واحد طول قليل اللي ربما باقى أظن بما أنه كان الحمد لله في المغرب كامل هذا الوعي بهذه المسألة هذه أكيد بفضل البرامج بفضل المتخصصين اللي كلما يتكلموا عن هذه النقاط هذا يعني لنجل من فرق هذا يجعلنا على الأسس أننا سنكون بإذن الله مطمئنين على المستقبل صحة المستهلكين من خلال هذه البرامج التوعوية اللي تجعل الواحد عوض ما يمشي مع المسار الخاطئ دابا أقول لك إش المسار صحيح في المجال ديال الكيفية ديال مثلا التعامل مع الوجبات الغدائية دياله وخاصة في الحالة ديال اليوم كيفاش غادي هي واحد الخاروف اللي غيكون من نحية الغدائية ومن نحية كذلك الطبية في المستوى العالي دوك هنا نفقتو المس اللي غادي ننضير بيسلخ السيكون دائما نقي ومره مره 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 يقص ذاك كما كيقولو الروط ديال الخروف المك يكون كيقولو الروط ديال الخروف أوتوماتيك مره عمر بالميكروبات غير شو بأن المس توسق أوتوماتيك يخسل شي غسله كل ما تتوسق المس كل ما يغسله والمك نغسله كانت كون على يقين بأن ما كان هناك إمكانية الإصابة للحم ديالي بالجراتيم اللي جات من اللي جات من الروط ديال الخروف نعم ولما كان قهبتها 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 ديالي والآن رأني أمام سقطة اللي درت جميع احتياطات من يوم الشراء ديالي إلى غاية أنني وصلت اليوم لهذا المحطة اللي هي الحم الآن مؤهل أنه يتكاد يك نعم المحطة للموالية وهو أنني نخرج الدوار ديالي لما نخرج الدوار ديالي أول حاجة نبدأ بها هو أن نحيد المسرر الرقيق ديالي ثم من بعد ذلك نحاول نحيد المرار ديالي ثم نحيد الكابيد ديالي وعند نحيد الباقي دي الأحشاء ديالي حتى يتحيد كل هالأحشاء الداخلية ونحضي عاو تاني كان هناك واحد الأخطاء اللي كتكون بعد مرات يا إما يا إما راه سميت ذلك الكرشة ديالي كتكون عامرة بالروت وهي لمشت تتشرقات وطحت داخل ديال الحم خاص لها بدا ما تغسل مزيان لأن الميكروبات اللي كان فيه تقدر تكون فيها ميكروبات على شكل بكتيريا أو لا وخاصة خاصة هذوك الديدان اللي ممكن تنتقل من الحيوان إلى الإنسان هذوك الديدان أو للبيض ديال 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 واللي يحضي منه الإنسان لأنهم ميلاد يقدروا يخلقوا مشاكل بعدية لا يحمدوا عقوبها على المستوى ديال دات ديال الإنسان إذن غير نشوف راسي أنني جرحت الماعدة ديال الخروف وطلعت الحمدال الخروف ستجد عليها وطلعت رشاش يكون تبقى وطلعت كبيرة لأن الحمدال يتخلص يعني نعود نغسله ايوة يتخلص من قاعد الشوائب اللي كان فيه والآن أنا حلته سنحل الخروف من الكرش دياله ونجعله يتشمش واحد شوية بشي نشف من الماء ثم كمشي يا إما كنعلقه في التلاجة يا إما كنقرده باش أنه ينشف من ذا كلمة نعم أرجع نكمل هذه المقطة من يكن سالي وكان نخرج الضوار وهذه الأمور كلها يبقى لنا سقيطة كيف قلتي نشوف كيف نتعامل معها باش دائما يكون الأكل لدينا 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 ممكن نهي الدبح من بعد من الدبح لدينا طريقة كيف نضيف لدينا هذه الأمور كلها وصلنا للطريقة كيف ممكن نخزنه لدينا وصلنا للطريقة استهلك كيف ممكن استهلك ودائما نتكلم لدينا لدينا مستمعين ومشاهدين بها لكي يأخذوا المستمعين الجود ويأخذوا فكرة مرحبا وتواصل دائما على رقمنا 052 الواسط الذي يكون مغطي إذا كان معقي أو مغطي هذا كله صالح دكتر الحم الذي سنأكله والتعليف صالحنا لأننا سنأكله أشياء التي ستكون فيها مواد جدا مهمة للحفاظ على الصحة دائما المارينات كننضيف فيها القصبور والمعدنوس والكرافس وكندير فيها التومة والبصلة وكندير فيها كذلك سكنجبير والخرقهم البلدي والخل ديال سكنجبير أو للخل ديال تفاح هاد الامارينات هادي كنشده وكندخل فيها داك اللحم ديالي وكنخليه مرقد فيها مدد لعشرين دقيقة في الوقت اللي كتشدك اللحم وتمشي تشويه أو لا تشدك اللحم وتمشي تفوره أو لا تشدك اللحم وتمشي طيبه في طاجين أو لفقاملة غتشوف البلدي ديالي كيف ديال وغتشوف الرائحة ديال داك اللحم كيف ديال فقط لأن كادر تيدي واحد العمل يجد بسيطة اللي هي الطرقات ديال في هاد الواسط اللي فيه مواد معقيمة مثل التوم والبصل ومواد منكيها مثل الكرافة والقصبور والمعدنوس ومواد اللي كتنقسلوه من الحدات ديال كما كيقول المواد المؤكسادة اللي هو الخرقوم البلدي وسكنجبير دون كتحط هاتشي كامل زيادة على أن الخل ديال تفاح أو للخل ديال سكنجبير كيرض داك الحم جيد طاري اللي في الوقت اللي غات تجي تاكله كتلقى بأن الأكل ديال ما تسخاش من ناحية ديال الريحة ديال ومن ناحية ديال الأكل ديال ولحتى من ناحية ديال المضغ ديال المضغ ديال كيكون ميسر وكتنقل تمضغو بسرعة وخاصة الناس الكبار اللي عندهم مشكلة مساكن مع المضيغ هذي الحمد لله من خلال التجارب اللي درناها السنة الماضية مع هذي النسادو كانت النتيجة كل شي كي يقول لك ودي اللي أعطيك صحة لدك الوصفان اللي اعطيتنا خلتنا أننا هذي العام ناكلو الحمد ديال بطرق ساليسة مزيئ وهكا كندرت إحاطة بالخروف من 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 الكيفية ديال اختيار ديالو حتى الكيفية ديال الأكل ديالو ممتاز نحنا كممنا سؤال نعم نحنا كممنا للموضوع ديال الخروف نسأل إلا عندك إضافات نحنا حد الحلقة خصصنا للخروف مرحبا إذا إلا عندك شيء إضافة ممكن أن ننظف المستمعين ومشاهدين مرحبا ممتاز نعم هنا دبا الحم عندي أبغيت ناكله في الوقت اللي كان ناكله غالبا كان طيبو من أحسن طريقة ديال الطهي ديالو خصد تكون على البخار لكننا غدي نصنفو للحم والجودة ديال ما هي المراتب اللي غتخلي للحم ديالي محافظ على القيمة الغدائية ديالو أول حاجة وهو أنني كان فورو تاني حاجة كان شوي تالت حاجة كان طيبو يا إما على شكل طاجين أو في القاملة ديالي ذوك إلا بغيت القيمة الغدائية ديال ديال الحم ديالي تبقى في المستوى العالي ديالها كان فكر في في التبخير ديالو أولا في لكويسون ديالو كان ندوز المسألة الثانية هي الشي وكان ندوز المسألة الثالثة اللي هي الطيب ديالو يا إما على شكل في الطاجين أو لا في القاملة هنا كان نشوف كيف شنو هي الإمكانية المتحالية وكان نختار الطريقة ديال الطهي ديال 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 الخروف لما كان ناخدها لما كان ناخده كان عارف رأسي بأنه مع المسألة الثالثة من المسألة الثالثة على على واحدة الحيوانات وتبين بأنه الحيوانات الإكلات الحم كانت هذه الحيوانات دارولها سبستانس أونكوجين هذه سبستانس أونكوجين حولو ذاك الحيوان من حيوان عادي إلى حيوان مصرطان باش يشوفوا تجارب ديال الأكل ديال أنواع ديال الطهي شنو لقاو لقاو بأنه لما أعطاو للحم اللي طايب مثلا بحل ديال القاملة والفطاجين تقريبا كل شي هذو كل الحيوانات ماتوا المعطاهم الضلبة الأستاذ نرى الأغلبية إذا ما قدش لكل كنا نطيبه في الطاجين وكان نطيبه في القاملة لا الله أعطيك الخير غير نضبطوا هذا نفسروا تفسير اللي كل الناس تفهموا اللي كل الناس تفهموا باش ما نتفهموش غلط الله أعطيك الخير ذوك الناس سباك تضارك ستسمع كاي اللي غايكون غير في سيارات وشي حاجة يسمع هذلك المونزيل للمكان ديال ودونك نفسروا ونوضحوه بشكل واضح باش ما نتعاتبوش ويذقال لرهد أنه لهاد لطب هكرا مصرطين لقد دار هكرا سميسو لنوضحو الله يعطيك الخير ونوضحو بيو مرحبا شوية عليك شوف هانتي في الوقت اللي كان نعطيه الحم بزيادة لأن في الوقت اللي كان ناكله ما كان ناكله بوحد القراءة قبلية أنا شنو كنقول اللحم اللي غادي ناكل خاص يكون يساوي البواء ديالي فواجوج مثال اللي كان وزن ستين كيلو غسي ناخد مئة وعشين غرام هي اللي غسي ناكل في الوقت اللي كيكون عندي النكسي ديال اللحم ممكن يجي من بعده كما كيقول المنتوجة التانوية هذلك المنتوجة التانوية هي اللي كتسمة اللي قدر يعتني ديزاليمو أكسيدي وهذا ديزاليمو أكسيدي يقدروا يكونوا سبب في ظهور مشاكل وهويلات على المستوى ديال الصحة ديالي فحنا كنا كنا ناكل اللحم يعني بالوزن اللي مطلوب ما كانش سيكون مشكل ولكن غالبا كنكون عندنا إفراط في الأكل ديال اللحم بالأيام العادية فحنا ضيــــــــــــــــــــــــ sacrifice عندك 21 ديال نتوجد 21 ديال 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 نحن نحذ مش ذال مستط Italia مثلاً لدينا مثل الحم الكلينة أو لا معناها قيمة عملي البروتينات هذه اللي نخدم عليها كان يمكن أن نشوف اللهم الغنمي مرحبه في البروتينات نضربه في الجوج عملي البروتينات ليس كميب البروتينات لدينا البروتينات في اللحم أنا اللي أحتاجها مثلاً الوزن ديالي كني أقولك دابا 100 غرام بيد ما هو البروتين؟ فيها 21 أنا أحتاج الوزن لديها يحتاج مثلاً دوبلها 42 ويأتي أكل 200 غرام البيض فأنتم بها نرى الاحتياجات البروتينات من ناحية الكمد البروتينات التي كانت في المادة الغدائية فنحن مغاربة لا أتجد شيء سأتلقى أكل كونتتة البروتين لجسم محتاجة فالغلط الذي نقوم به هو أن نقول اسمته للحم كونتتة البروتين؟ لا الحمراء في غير 1 كونتتة تقليلة ديال البروتينات التي تقدر تخلق المشاكل أما الناس الذين يأكلوا البروتينات هذو كمان اللي يقدروا يقع لهم مشكلة لأنه يمكن أن نقوم به الضوز اللي كانت ما في العائلات ديالنا المغربية؟ عمر شي عائلة ما غا تأخذ الكم ديال البروتينات اللي كتفوت الاحتياجات ديالها؟ نعم شحال غا ديناك له في الدار؟ شحال غا ديناك له في الدار؟ نعم تبني الوجبات الغذائية كنت تبني الطاجين أو تبني الوجبات الغذائية كنتضي بعض الحم الذي ينفيه مع مره كنتيته لبروتين اللي ينفيه تسد الحاجيات الوحيد فينا إذا، التخوف أنني سوف نصعب شي شيء من خلال مرة لا تكون لدي المغربية ولكن الناس الذين يأخذوا فوق الأحتياجات في البروتين ويجب أن نستطيع المشكلة فهمنا؟ لأنك تتقربي للمسألة بحالي بحال المستمعين بحال المشاهدين أنا أريد أن نفهم بحالي ما يقعش خلط وما يقعش غلط وأنك شي لش دبال الحمد لله فاش يكون واحد متمكن في المجال دياله لحنا بأخي أنت نتعلمه لا وفي لوقت تلك يكون مثلا كنتهي معي جميلة بهذا السؤال كنقول بأن المغربة كلهم يسولون نفس السؤال دابنتي كان نختازل لسميته المغربة في الشخص ديالك أي سؤال ترحتي عليا رب حالا ترحوا عليا الأمة ديال سيدنا محمد لكينا الآن في الغال نحن نتحن باب التواصل باش أن الناس نسول ولكن دماج باش أن نسول على العيد وعلى هذه المسائل كلها دونك حنا الإنسان خصو يرد البال الكمية وكمتخصصين في التغذية وكأطيب دائما كانوا يقولون مثلا واحد مئتين جرام ديال لحم الحمراء أو مئتين جرام تل مئتين وخمسين جرام هذا جبان صليكا العادي لأنه لا يكونش أنه واحد سيأكل مثلا نصف كيلو ديال الحم بوحده أو سيأكل كيلو ديال الحم بوحده نحن دائما تربينا على أن تأكل واحد كمية التي ليست كثيرة بزاف ولكن تكملها بروتينا باتي زائد بروتينات حيوانية زائد كارب زائد بزاف ديال حاجات يعني البلاديالك لا يكونش في غير الحم بوحده نوهي باش أنك تأكل غير الحم بوحده وأنك ما تحس لب عسر هضم لتشي حاجة ضروري كين خضراوات ضروري كين ألياب ضروري كين واحد نسبة ديال الكاربوهايدرات هكا طبق يكون شكله هذا دي ما كنتي كتكلم إليه شو النقطة الأخيرة قبل ما نختمه النقطة الأخيرة هو تعطيني شي سؤال اللي تكون انتي ما زال أنا ما أدت السؤال bad من اللحوم الجد مهمة لي جسم الإنسان انا جزق بالآخر هذا ما شلrant أنا أنا辣 كنأكل resigned هنأ هو مش هل As comments ما كنأكل كنأكل كنالعيد ليس لما كنأكل كنالحم نو كان كنالخروف أنا ما أكت نكون عيد لحم خروف أو في الأيام الأخرى لا ما كان أكت نكون لحم في الأيام العادية ولكن ذي الأيام العيد غير مهمة هو أن هناك تساؤل كبير الذي تطرح على لحم خروف يطلق على الكوليستيرول والحم الخروف يطلق على التريغليسيريد والحمد الخروف يقدر يدير مشاكل ديال القلب والشرايين وهذا مسألة كما قد تكلمنا عليها تكلم مسألة هاتف في حلقة بالخلاقات وخصنا نذكره بها لأن الحمد الخروف وإحنا نعرفها في المناسبات لما كان عرض علي الإنسان كان أعطيه أحسن هادية لكي نكبر بذلك السيد اللي عرض عليها لما ستجي الهادية اللي ستعطي الله سيدنا إبراهيم شنو أعطاه؟ أعطاه الهادية خروف فهذاك الخروف اللي تعطيه سيدنا إبراهيم كهدية كيف يعقل أن الله غاد يعطي سيدنا إبراهيم خروف كهدية وغير يكون ذاك الخروف كيدير الكوليستيرول كيدير تريجليسيريد ويدير أمراض القلب والشرايين هنا كان وحد الخلل كبير في الفهم ديالنا للأمور فلهذا عمرنا من نقوله بأن الخروف كيدير ولما مشينا أجل أمشي معك أبعد الله سبحانه وتعالى فاش نزل دبيح عظيم شوف المواصفات دياله شوف هذا وشني فعلا كنت نطابق على ما يوجد اليوم هذه حاجة الحاجة الثانية دي جا تكلمتي على باش ما تناقضوش دي جا تكلمتي على أن الإنسان مخصوش يأكل كتر من القياس دياله فما هو بروتينات فبالتالي إذا الإنسان كان حولي ديال الخروف ديال بقري ديال الغنمي ديال هذا يعني الأخذ بكميات لي هي كتيرة فوق القياس دياله ممكن تعطي الأمور بشكل اللي هو مش يزوين على الصحة ديالنا دونك يعني كرجعوني فعلا المسألة ديالنا فعلا الماكلة ديالنا كيف هي دواؤنا كيف هي تقدر تكون ضرر ديالنا فبالتالي خاصنا نتكلم على أن الإنسان يأكل بالقياس ويعرف عشنو كيأكل وطريقة ديال الطهي وطريقة ديال كيف قلت تلك الترقيدة ديال اللي يدرنا في اللول يعني هكا يعني مشي معنيت أنه إليك لنا الخروف ديال ديال رغيد لنا إليك لنا ديال بقراء وليش حجر رغيد لنا إليك لنا الحوت رغيد لنا بقى الطريقة ديالإستيلاك ديالنا والكمية ديالنا وحنا لا يجب أن يكون لدينا أحد الأمراض اللي ربما كانت تعادة مع ذلك الماكلة اللي خاصنا نأكله إياك ولا لا دونك خاصنا نشوف مرحبا أولا كان جوجد الحواج أما كان جوجد الحواج فهذا الأمر كان أولا الخروف اللي ماAf Egg اللي كتكون كتكون معجدة صغيرة ولكنك المواد الغدائية اللي كتكون قليلة ولطالent اللي المواد الغدائية اللي كتكون قليلة وبالتالي تراكم ديال السمو مع المستوى ديال الغمد الخروف كتكون جد قليلة فلما كن�� لحم ديال الخروف نعرف لأنا غادي نكل لحم اللي من ناحية ديال szon إذا كنت ترد شيئاً في الكرش، ستكون نتيجة سمية ترى الماكلة التي يأكل مثلاً عجلة الماكلة التي يأكل عجلة تكون كبيرة تحويل ذلك الشيء الذي سيكون فيه سيكون كبير تحويلات تحويلات أعطتني مواد ثانوية ستكون شيئاً ما كثيرة ولمشت لي للحم ودرت مقارنة ما بين الإمكانية وجود مواد ثانوية في الحم البقري أكثر من مواد التحويلية التي ستكون في الحم الغنمي وبالتالي إذا خيرت ما بين الإمكانية الإصابة للحم هذا أو هذا أغلق بأن الكم المواد التي ستكون محولة وغير صالحة ستكون كبيرة في البقري وقليلة لكن سنختار الحم الغنمي هنا على شغل تودية بأنه لما اختار الله سبحانه وتعالى لهذا غير باش نتأكد بأنه الله ما يمكن يعطي العبد دياله كهدية إلا أشياء اللي ستكون طيبة فإلا كنختار الله سبحانه وتعالى الخروف لسيدنا إبراهيم كذلك الحم ديالنا نفكره أننا ناكلوا الحم ديال الخروف وناكلوه بدون ما يكون عندنا واحد صبق كما يقولوا على أساس أنه رأى الحم ديال الخروف كيدير كادا وكادا 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 هادي من جياء من جياء أخرى رأي لك كليت بزاف ديال الحم أوتوماتيكمو كسسوا هنا ولهنا كده زاد الشيء وعلى حده انقالب إلاطي الدين ممتاز ربما الناس كاتمشي للبقري أو لا كاتمشي للغنمي تعالى حسب الأمراض اللي عندها تعالى حسب المتخصص أو للطبيب دياله أشقال لها وش كولي هادي وش كولي كذا بحلس اللي عندهم مرض النقرس أو للاغوت كي يقول لهم خاسكمش تاكلوا الضوارة تعالى حسب الإنسان من يجي يستهلك وخاصة في العيد الكبير لأن كل شي كيتش هاكل كل شي كي بغيدك الفرحة للعيد يرد الإنسان غير أشنه تياكل وش عنده شي أمراض ولا لا لكتعارض مع ذلك المواد اللي غانا أخذه أما ما تبقى الإنسان را خاصه يكل القياس ما خاصناش نقل سلسل ذك تخمه في الأخر مستعجلات يعني را كان القوم في الناس اللي كتاكل كثير من القياس أو الناس اللي مكتب مضغش مزيان أو الناس اللي مكتب مضغش مزيان أو الناس اللي كجوم لديه ديالحاجات بزاف ديالحاجات فابتالي كيف قلتي نتايا الإنسان ياكل القياس ويعرف يشنه كي ياكل ويمضغ مزيان ياوكول لا بالأساسيات شكرا بزاف الأستاذ والباحث محمد أحسين